صباح الخير مشاهدين أبراحي فيكن نوين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي بالعالم وأهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من برنامج الحدث اليوم الأحد 7 حزيران 2020 بيصرني أني رحب بضيفي بستوديو الناشط السياسي والمحامي أنتوان نصر الله صباح الخير أستاذ أنتوان صباحا لك كل اللبنانيين بعد هالليلة ليلة ليلاء ليلة يعني هلأ كنا عم نسمع قبل مداخلة لأستاذ غسان ريفي بمقالته كمان عم معالي جدا معبرة حكي فيها راجع عن السبت الأسود بما أنه نحن عم نستعيد كل مصطلحات الحرب للأسف وكم سبت أسود وكم ليلة سودة صار مارئ علينا بهالبلد يعني صارت إيامنا كلها سودة أصلا ما بقى فيه كأنه كنا دايما نحكي عن فسحة الأمل ولولا فسحة الأمل حتى يعني للأسف عم يخلونا ما بقى نحس فيها هذه الفسحة تكبلنا بقلب العلب اللي نحن موضوعين فيها علبنا الطائفية وعلبنا المذهبية وفيدرالياتنا النفسية وأيضا كذبنا ع بعضنا البعض وكذبنا ووضعنا الاقتصاد ما جرى بالأمس هل هي روح 17 تشرين أم هي مؤامرة على 17 تشرين هي مؤامرة على الناس مؤامرة على الشعب اللبناني 17 تشرين هي الناس أكيد هي مؤامرة على الناس اللي تابع الأحداث قبل يعني قبل ما نصل للمبارح كان عارف أن احنا في شي رح يصير مبارح يعني اللي تابع إذا بدك التصاريح الإعلامية يعني اللي تابع التحذيرات يعني اللي تابع شوية أو أكتير من البس الأعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان عارف أنه في شي عم يتحضر للمبارح يعني سواء عبر تصريح سياسيين نواب عبر تصريح بعض الأحزاب عبر تصريح بعض يلي هن ركبوا موجة الناس و 17 تشرين كان عارف أنه إحنا رح يوصل للمبارح وإنما أكيد إذا نحمل بالمسؤوليات المسؤوليات بالتدرج بتكون يعني ما في نجي نقول أن المسؤولية محطة على الناس أو على اللي يسبم على شتم مبارح كأنه اللي شتم مبارح ما في وراء زعيم كأنه يلي نزل مبارح كسر محل ما في وراء زعيم عم يحرضه أو كأنه يلي نبارح كالناس عم يطالب فعليا أنه يعني الكرميل لأمة العيش ما في وراء مصيبة بتدرج بتتحمل السلطة التنفيذية المسؤولية الأولى فينا نشوف أنا وياك تويت لأستاذ جانعزيز جدا معدر فينا نشوفه على الهوى نانسي لو سمحت بيقول أستاذ جانعزيز كيف ممكن زعماء لبنان اللي هالأد متحضرين وراقيين وتسامحين ومسالمين وديمقراطيين وحداثويين يكون في وراهن شوارع هالأد حائدة وعنفية وهمجية وبربرية وقرون وسطية يعني في شي غلط أو هالشوارع مش لهالزعمة أو هالزعمة دجالين على كل الناس وكل الشوارع وبالحالتين لازم يسقطوا لازم يسقطوا الزعمة لازم يسقطوا مجلس النواب أمه بيه بوضع أكتر من استثنائي سواء رئيسه أو المجلس ككل أو أمانة السرطة بقوله منشوف جلسة أخيرة مجلس النواب تضحكوا عليها تلميز المدارس تضحكوا عليها تضحكوا عليها الناس هذه ليس جلسة ببلد مش عم يدق الجوع بابه الجوع صار داخل البواب وانتوا عم بتعبوا هذا الموضوع بتعرفوا عن شو نحنا عم نحكي مجلس وزراء عاجز وهو عم يعجز حاله ما في عنا سلطة اليوم بده تستلمي السفينة وتقودك على بر الأمان فأزن هؤلاء الزعماء يجب أن يسقطوا وكل يلي وصل مبارح لهون هن أحاديث الزعماء سواء كانوا عم يقلي بس يعني هيدا هو السؤال الأساس شو اللي مبارح خلينا نوصل لهذا المشهد هيدا الحقن الحقن أنه في ناس نزلين ضد سلاح حزب الله في ناس نزلين الحقن أنه إذا بتجوا علينا على بوابنا منقوس عليكم الحقن على أنه في شارع ضد شارع ما تستفزوا شارعنا الحقن على أنه هيدا بهاء الحريرة عم قو فيها ضد صعد الحريرة الحقن على أنه حزب الكتائب بده يجرب يرجع هو يعوم حاله شعبيا وبالتالي عم يقود هذه الحركة الحقن على أنه القوات اللبنانية بدأت تقعد عجانب الحقن على أنه الطيال وطن الحر حيث حاله بعجز سواء في السلطة أو في الداخل بالتنظيميا أو بالشارع تبعوله وبالتالي هو بيستفيد من هذه اللعبة الكلهم سواء استفادوا من هذه اللعبة حزب الله عم يستفيد وإنما خسر مبارح تير وأنا بقل له حزب الله ما في يكمل هيك وين خسر؟ خسر مسيحيا تنبلش فيهم بالدور خسر سنيا خسر مسيحيا وخسر كمان على طوال حوار كيف؟ كيف؟ أنا بطلب منكم كأعلمين تروحوا تعملوا حصة بالشارع المسيحي بتعرفوا عن شو هم نعمل ما في ضل حزب الله يقول أنه أحد يقرب على على سلاحة ما أحد يقرب على سلاحة أي شارع مسيحي بالتحديد؟ كل الشوارع المسيحية كل الشوارع المسيحية اللي كانت بتأيده اليوم صرف عندي علامة استفاهم الجوع بس يدقل بواب بس هون عم نحكي عن نقطة معينة يعني عم تقول ما بيقدر حزب الله يقول قوعة أربو على سلاحي لا لا أنا بكمل اللي أيا يخبرني تفاصيل الشوارع المسيحية لأن هذه الشوارع المسيحية سواء كنا عم نحكي عن شارع الطيار الوطني الحر هو الحليف الأول والأساسي لحزب الله سواء كنا عم نحكي عن شارع المردة أو سليمين الفرنجية حليف أكثر من أساسي لحزب الله سواء نحكي عن شارع القوات اللبنانية اللي ضربة على الحافظ ضربة على المسمار بس بهذا الموضوع فيه عنده وضوح نوعا ما أنا يلي عم قوله شارع الكتائب كان على الأرض مبارح وشارع القوات كان على الأرض أنا عم قوله واضح وصريح طبعا في المستقلين يلي للأسف صامتين نحن اليوم في ناس عم يحملوا أنه الحصار الأقليمي والدول علينا من وراء سلاح حزب الله خلينا نقوله مثل ما هي هيدا الموضوع بترافق مع فساد بالداخل وفساد أدى لتسريع الانهيار المالي يعني نحن كلنا كنا عارفين أنه وصلين لهون وبالتالي كنا كنا عارفين أنه الصراع الأمريكي الإيراني بالمنطقة نحن بندفع حقه مؤقتا كلمة ينعمل تسوي أو ينفجر المنطقة ما بقى أحد يتضحك على الثاني كان في عنا نحن سلاحنا كان هو وحدتنا الداخلية وأنه منجوع وأنه بسبب الفساد خصوصا آخر عشر سنين نحن تسرعنا الانهيار لما أنت بتسرع الانهيار سمر بصير أنا بقول أنه أنت حق عليك حق عليك حق عليك يلي بيحبوك ببطل حبوك وأنت بتكوني شاهد زور أو بتكوني بكتفي إيديك هذا اللي كان عم يعمل حزب الله فهذا اللي كان بس كان عم يقعد على طاولة مجلس الوزراء ويوقع على كل هالأمور نحن لو حلاينا 3-4 ملفات الاتصالات الكهرباء النفايات كنا نحن اليوم بخزينتنا في 20 مليار دولار برأيك قادر كان حزب الله يعمل غير هك على الطاولة أقله ما كان يوقع أقله ما كان يوقع أقله ما كان يوقع بس حزب الله اليوم بوضع محرج محرج محولة فاقه وخاصة مع حليفه الأساس يلي هو طيار الوطن الحر يلي هو فخامة رئيس الجمهورية والوزير جبران بيزير يعني قصدك أنه الطيار الوطن الحر هو الفاسد وهن بش فاسدين لا أنا ما أقلت محرج بشو محرج محرج أنه طيب اليوم ما أنت عم تشوف شو عم بيصير يعني وقت العم بيتعرقل شي ملف على طاولة مجلس الوزراء عم تشوف شو عم بيصير أو علقته مع الشارع وهو كمان بدي يخذ قرار وهذا قرار مصيري كمان ما في كمل الرئيس بري بإدارة شؤون البلد بهالطريقة طيب بس نحكي عن هذا بإدارة شؤون البلد طيب هو مع الحكومة أو ضد الحكومة الرئيس بري في أحد يقبرنا؟ هو ضد الحكومة مش هيك هيد الحكومي يستقيل وزراءه لكي منه ما فيك تضل كافي كتير سهل كلام ماتر على موضوع فليستقيل الوزراء اليوم مين ما ما عجبوا شي على طولة مجلس الوزراء بيطلع بيقول أنا بسحب وزرائي أو أنا بستقيل ليش؟ نحنا كمانا بنكون شوي واقعيين محالنا نحنا قادرين اليوم شفنا شو اللي صار لحتى اللي تشكلت هاي الحكومة قادرين اليوم بسهول لنفرض حكومة ونشكل حكومة لا 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 ونتبر الحجر بهذه الطريقة؟ لا لا استيصبر لا بس أنا أكتر من هكي لشو بدي هالحكومة ولشو بدي هيدا مجلس النواب ولشو بدي هاي قضاء شو بك تعمل بالمعارض؟ أنا لما بدي جوع أنا لما بدي أفقر أنا لما بدي البنوكي تزل كل يوم تزلني تفوت إخذ مصرياتي أنا لما بدي كل يوم يدق تليفوني عشرين ثلاثين موظف انشحتهم من شغلهم أنا لما بدي لما بدي لما بدي أنا يعني كل مواطن لبنانيين شو بدي منهم هاودي؟ سلطات بشي تتحمي هيدا البلد؟ بدي هي بس تعمل تويت بالليل إنه تستنكر اللي صار؟ منقلبون منقلبوا هاي الطاولة كل على بعض بعدين لما أنت بتكون أمام ثورة أو أمام شارع مفروض إنه يكون شارع التغيير مفروض إنه يكون شارع الثورة متشردم إلى هذا الحد ما قادر يجتمع على شغلي وحدة وأكبر دليل اللي صار وأنتوا كنتوا موجود يعني أنتوا كان مفروض كطيار الخط التاريخي إنه تكونوا مباري على الأرض نحن نازلين ليش نسحبتوا؟ لا أول شي نحن عملنا بقبلها نحن وقعنا على بيان وقع عليه حوالي 560 مش نحن كتبينوا مجموعة من الناس كتبينوا بيدعي للوحدة وحدة المعارضة بيدعي لأن نروح على حكومة شجعين يعني حطينا خط الطريق وبندعي لانتخابات لماذا قدرتوا عملتوا شيء وبالتالي منزلتوا مباري؟ نحن ما نزلنا مباريح لأنه كنا إذا بدك نحن رسمية ما نزلنا مباريح ولأنه في كتير ناس منه نزلوا لأنه نحن كنا عم نشوف التجيش لو نرايح ما نحن كمان نقرأ سياسة هذا الشارع المتشردم يلي عم نحكي عنه وعم نحكي عن هذا الشارع يلي ما قادر يتوحد على شيء سمر ما قادر يتوحد بس يعلقوا تلميذ بالصف الحق على الأستاذ بش حق على تلميذ الحق على السلطة ما حدا يخبرني غير خبريات ما يجربوا يقبوا عليه على الناس أهو الناس المساكين في سلطة يلي حكي عنه جون عزيز في سلطة اليوم في زعمة اليوم أو أنه كذبين أو أنه عجزين وبالتنين لازم يفلوا نقطع السطر نحن كلنا معهد المبار نقطع السطر أنا رحط لي خارطة الطريق مي بدوا يفللون أنا رحط لي الناس يلي بدت توضع خارطة الطريق لتفللون ما قادرة تقعد مع بعضها تتفئع خارطة لا 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 منتفئين أنا أحط لي خارطة الطريق ما تفئين وأنها صعوبة بس ما تفئين خارطة الطريق هي رح على حكومة عن جد تقدر تأخذ قرارات من هي هالحكومة يلي عن جد تقدر تأخذ قرارات طالما النظام هو زيته وطالما السلطة هي زيتها وطالما الزعمة هي زيته نسترجع نحن نقول من رحم مين بدأ طولت هالحكومة أنت بدك تروح تبجي الموضوع بدك تروح تقولي تعديل النظام أنا مع تعديل النظام أنا عائلة يمين اللي بيطالبوا تعديل النظام وإنما طالما فيها الاتفاق الطائف وبالتالي نحن بدنا نحافظ على هذا الاتفاق مشكلة ماتر أنه الجميع نعى اتفاق الطائف مشكلة بس كلهم نعوه لأنه كلهم عندهم مصالحون خلينا نحكي الأمور المتلمحية اليوم اللي صار مبارح لو بصير 3-4 أيام الشارع مع إرادة خارجية لبنان بيولع ما في حدا يهدي لا في فخامة الرئيس الجمهوري الأوي يهدي ولا في الرئيس الحكومة الضعيفة قوي يهدي ولا رئيس مجلس النواب اللي ما بيله غير بده يشوف كيف بده يقضي هالأربعة سنين يهدي وهذا ما فيههدي وإنما المشكلة هذا المشكلة وهذا الحل أنه الخارج اليوم بده لبنان هيك بده يهدى بالتلاجة مثل ما هو ما بده الصراع يولع أكتر ونحن كمان في تجارب كتير منيحة وكتير كبيرة إذا خارج بده هيك إذا وضعنا بالداخل هيك مثل ما هو الصفته والخارج بده هيك مثل ما حضرتك تفضل نحن شو بدنا نحن بدنا نرضخ للخارج أعوذوا بالله أولا أول شي الداخل هذا الداخل مثل ما هو ما فيه يكمل هيك هذه السلطة ضعيفة لدرجة أنه كل يوم تخلق مشكلة فيما بين بعض كرميل تتجرب الضل موجودة هايدي هي الهدف تبعولها ووجودة لها السلطة هو قائم أنا معك على عدم اتحاد من عندهم مشروع إصلاح كرميل تقدر يطلع أنا معك فيها وأنا ما هيش نضحكة بعض هاي السلطة مكونة من ست زعمة ست زعمة بيأخذوا القرار الكل بيمشوا فيه شفنا مبارح فلسا ما حدا يقلنا ثورة لا 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 ما حدا يقلنا انتفاق وما حدا يقلنا نسبة تغيير لأنه هادي ست زعمة في عندهم هذا الجمهور أو هذه الشوارع والشوارع المقابلة يلي عاملهم أول شيء ما حدا نيكرها ما حدا نيكر إنه هني عندهم جمهور وإنما إذا تتجد تطلع بين انتخابات الأخيرة خلوا يقروا هني بيقروا منيح انتخابات بس هني عم يجاربوا يكسبوا على حالهم وعلينا بيعرفوا إنه شو صار بين انتخابات الأخيرة وبيعرفوا إذا شو فيه ناس ما انتخبوا لأنه ما كان فيها اللي أنت عم تطالب فيه ومعك حق في مية بالمية مشاريع تغييرية حقيقية بناس بمشاريع بآراء وهي ده يلي عم ينطبخ بالداخل وإنما بناء على نار هادئة ونار شوي زكية وإلا نحن منكون عم نسرع الأمور حوال النيار ما في المواطن اللبناني يكون عنده مصلحة النيار أنا أولا عم بيعكي كمواطن لبناني أنا بدي حافظ على المؤسسات بس بدي خبرهم شغلي إنه إذا كمل وضع هاكي نحن بعد 3-4 سنين رحينا على ما في مؤسسات المؤسسات عم تنهار كأنك عاطي مسافة عاطي وقت منيح 3-4 سنين لا عم بحكي عن المؤسسات بشكلها لا الوضع الاقتصادي خلاص نحن نحن بالأزمة وما بقى يتضحكوا علينا إنه بمحادثتهم مع صندوق النقد الدولي أنا بقبرك ما رح يجينا شيء من صندوق النقد الدولي لأنه نحن ما ما عم نبين خرج نحن لأرقام بالأول ما عم نبين خرج نحن لأرقام بالأول لا بالكهرباء ولا بالاتصالات دخلك إنه استرددوا الاتصالات معقولي هيدا التقاسم التقاسم الطائف المذهب يلي صار بالاتصالات إنه شي جديد يعني عم تسألك إنه منك عايش في البلد هيك بده يصير مهني مهني لو حضرتهم بس شو عملنا لنمنع هيدا شي يصير نحن بس 17 شي عم نمنع وإن مهني كزبين بتحقلك شغلي هيدا يستردده أول شي الوزير أنت تعرف ما كان بده يستردده هيدا الوزير اللي بيخافها حاله اللي بتنقل مع ناس مسلحين داخل وزارته هيدا الوزير اللي مش عارف مع مي مربوط هيدا الوزير اللي مش عارف شو بده يعم بالقطاع هيدا الوزير اللي كمان تحكينا عن هاي الحكومة هيدا الحكومة بتحمل وزراء ورئيس مجلس وزراء المسئولية عقضاء بسورة 17 تشرين لأنه لو صبر شوية حضر دولة الرئيس وما رأي قاعد لوحده من مجلس النواب بس أقروا الموازنة كنا قدرنا جيبنا حكومة بدفع 17 تشرين ما تدخلنا بهيد المتهي اللي نحن فيها وإنما استعجلوا وركضوا على لقب دولة الرئيس وصلنا لهون استردأتوا حضرتكم القطاع هاكي عم تعملوا عملوا إدارة واحدة إلى القطاع بعدين بتروحوا أنتوا على الشركتين وبالتالي بتروحوا على بتأدموا أبل دوفر دول مثلما أنتوا عم تقولوا شو هالكذبة هاي الكبيرة اللي أنتوا عم تعملوها أنتوا لأنوا بكونوا جيبوا زلمكن ياللي هني نقمين عليكم داخل أعزابكن بتكون جيبوهم طيق بدو مصاري وانتوا كمان تأصموهم بالمصاري لهيك أنتوا عم تعملوا بدنا نخلص بقى من الكذبة الكبيرة اللي عم يعملوها كيف بالثورة هاي دي الثورة بدك أول شي وصف لياها هاي دي الثورة أول شي كلام طائف ومذهب. كل يوم يلهم بيتبدل النظام وتعديل النظام. وهنا ببدأ نعمل النظام بديدال هذا النظام. وكل يوم بدأنا نروحوا على مشكلة جديدة. أنت بيكتعب من قيادات. أنا مع خلق القيادات. هذه القيادات يكون في عندها مسؤولية. هاي هي النقطة بالتحديد. هي سبب أساسي من أسباب الفشل. عدم خلق قيادة موحدة. مجلس قيادة موحدة. ما في قائد واحد. أكيد ما بقى في قائد. خلصنا. مجلس قيادة موحدة. ما في عدم توحيد الأجندا. كل واحد نازل بمطالب شكل. ما عارفين يعمل لائحة مطالب موحدة ومطالب منطقي. المطالب موحدة. وإنما بخ الإعلامة. يلي صار عبر وسائل التواصل. عبر أجهزة مخابرات. عبر عبر عبر. أنا عم خبرك هون. نحن بيّنت أنه كأنه ما في مطالب موحدة. المطالب هي أنه الأكل المطالب هي إصلاح اقتصادي حقيقي. المطالب أنه تجيبي حكومة شجعين. المطالب أنه تروح على قانون انتخابات عادل وتروح على انتخابات مبكرة. ما بدون يعملوا هكذا البلد رح يهر. خليلون مين بدون يعملوا؟ خليني هيدا. أنا بدي أسألك سؤال. سمحي لي أسألك سؤال. أنت اليوم إذا عرضوا عليك تجي وزيرك تجي بهذا الوضع وزيرك. أنا بقلك أنه لا لأنه ضميرك بابي حملك لأنه رح يسقط البلد مثل ما هني هكي. لهكي نحن عم نقول لهكي نكمل هاودي الوزراء العاجزين. بس اليوم خليين. مسؤولية كبيرة. جزء اليوم كمان في جزء من الناس اللي هي بيصلب الحراكة. بيصلب الانتفاضة. بيصلب الثورة. عم تقول إنه خي في عمليات تكبير للحجر كتير بوقت يعني مثلا أوكي انتخاباتي يا بي مبكرة كتير ميعا أي أنون؟ ومين بدوا يعملوا هاي الأنون؟ أنا بتعرف أنا هيا هيدا رقييه. وهيدا نقاء هذا شوي موضوع قابل للنقاش وبعم أنا اقش في كي أنا نح أنا برح بهيدا الانون بعد Angels فيه ثلاث أربعة نقاط وبرح فيه هذا القانون أنا هيدا رقيح كيف MM كيف دك تروح بهيدا الانون؟ لحظة شوي كيف دك تروح بهيدا الانون اذا هيدا الانون أحنا شيطنا بالأول وإنة عنه أنون طائفي مفص Sempre على إياز الناس programmingينين هيدا واحد اثنين قدم تعدل ما if التشيرُح فيك بالجوهر تبعه ثلاثة أكيد تطلعت على الدراسية اللي عملتها الدولية للمعلومات مؤخرا وأظهرت أنه 43% من الشعب اللبناني بيرجع هذا القانون بينتخب نفس الانون ري منيح لا هي هايدي بده قراءة جيدة أول شي كمان يعني أنا شخصيا صرت بلشت مع أنه أنا بحترمه للاستجاوات عدرة كتير وبلشت شك اليوم بكم معلومة بيقدمة لأنه مدامته هناك بترئيس هي الحاكم الأول في السراي نقطة على السطر هي شو؟ الحاكم الأول في السراي نقطة على السطر ما بدي أكمل بهذا الموضوع بس خلي أنا نروح لا فيك تحط نقاط على السطر لا تنقاط على السطر بس بدي أكمل بدي أقلهم لللبنانيين إذا ما رح تؤمنوا على إنتخابات نيبية مبكرة إذا ما رحنا على قانون عادل نحن رحي على 2022 لا في عنا رئيس جمهورية لا في عنا إنتخابة نيبية هنسى أبوه أصدا بالرئاس والنيابة والبلدية والمخاتي ورح ينفجر الموضوع كله سوا وبالتالي راحنا راح نروح على الفراغ لهكت عمقلك سنتان بس انت عم تحكيني انه على الفين واثنين وعشرين يعني عم تحكيني ما هلأ لسنتان من احنا شو خياراتنا هلأ لسنتان بينعمل كتير ما بندهم يعاملوا شي هيدا الحكومة راح يسلل السنة ناس غير موضوع ناس نحنا خلاص تفقنا انه سلطة ما يقص منها حكيني بالناس شو بدا تعمل هلأ الناس عمقلك شو بدا تعمل اول شي نحنا عم نوحد الجهود هيدا عمل صعب ومصار منوهيين متل ما انت قلت ومعك فيها مية بالمية وعم ينطبخ على نار هيدئة وتحت الارض وشوي شوي وبرواء راح نوصل اخر شي لهذه الجبهة او لهذه الوحدة وهي ميم تضم كي بتضم بده شوية وقت تتن تتن العلن وباعتقد مبارح جرس الانظار يلي يرن راح يوعي كتير ناس ما كانوا عارفين هني مع مية عم يتعملوا هذه السلطة العاتية المترسخة القادرة المتغلغلة هذه السلطة فيها تعمل كل شي تبضل موجودة دبحت بعضها بالزمانات تبضل موجودة بديش تدبحنا تبضل موجودة راح نحكي نرجع شوي اكتر عن لي منزلته ليش في غير مجموعات من بعد ما كان متوقع من مبارح انه يكون يوم تغييري تاريخي بيشبه فعلا سبتعش تشرين ليش صار في هيكم مين اللي عم يلعب بالشارع بدنا نكون شوي جارئين بالكلام أكتر من هك لا لا بدنا نسمي الاشياء بأثناء أكتر الشوارع الرصاصة اللي شفناها مبارح بروفيت الحرب الأهلية اللي شفناها مبارح بروفيت الفيدرالية وشيح وعين الرمانة وطريق جديدة وأبو شاكر وكورنيش المزرعة وبربور وكل هاي المشهد اللي شفناها مبارح مشهد بيبكي بكل معنى الكلمة بس خلينا انتقل على العوكر كان مفروض يكون في تظاهرة اليوم أمام السفراء الأمريكية بعوكر شو صار ليش لتغت ما بعرف أدم شمس الدين بيخبرنا أكتر صباح الخير أدم صباح الخير سمر إليك و لضيفك يعني كان هناك عدة دعوات يوم أمس لتنظيم تظاهرة في عوكر وتحديدا ضد السفراء الأمريكية ورفضا للتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية وهذه الدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وقد دعت إليها يعني مجموعة من المنظبات الشبابية ولكن على خلفية ما حصل يوم أمس في بيروت تم تأجيل هذه التظاهرة أو تم إلغاؤها وعلى الرغم من ذلك هناك انتشار أمني كثيف في محيط السفراء الأمريكية طبعا المدخل المؤدي إلى السفراء الأمريكية أو إلى الشارع الذي يودي إلى السفراء الأمريكية قد أغلق في الكامل وهناك انتشار لعناصر مكافعة الشغب وأيضا الجيش اللبناني وعناصر من مخابرات الجيش في النقطة التي يتجمع عادة فيها المتظاهرون الذين يتوجهون في أكثر من مناسبة عفوا للتظاهر ضد السفراء الأمريكية عموما لا تظاهرة في عوكر هناك فقط انتشار أمني كثيف وتأجلت أو ألغيت التظاهرة التي كان قد دع إليها عدد من المنظمات الشبابية وعلى الأرجح بأنها تأجلت أو ألغيت يعني على خلفية الأحداث التي حصلت يوم أمس ليلا في بيروش سمر نعم شكرا لك إذن زميل أدم شمس الدين حتدفنا من ساحة عوكر تحديدا هيا نقول أنت ابن المنطقة وأنا بنت المنطقة ساكني بالمنطقة ونعرف أنه أنت ابنت المنطقة المنطقة أنا بنت بسكنة ساكني بالمنطقة بسكنتة هي هي تاج المتن يا عمي عصمة الكون نقطة خلينا بس نقول شغلين يوم لما نقول تظاهرة أمام السفارة الأمريكية تظاهرة بساحة عوكر تبعد نسافة منيحة عن السفارة وبرضو الصبح نحن وجايين كانت كل الترقاط المؤدي مسكة وعملنا برمي لقدرنا نوصل وكل الاحتياطات المأخوذة كانت بمنطقة أهلا طلعت نتيجة أنه ما في ألغيت التظاهرة في عوكر نتيجة ما جرى بالأمس ما بعرف نعيم صار جاهز معنا؟ نعيم عم يعمل جولة بطرقاط بيروت بشوارع بيروت لا يخبرنا شوي نتيجة اللي صار مبهرح على أرض الواقع هيك عضو النهار هي والشمس طالعة كيف هي خليفت على فاصل إعلاني قصير ترجمة نانسي قنقر